اشتركوا في القناة مع موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الزراعية يثير النقاش بين المهنيين لسيما ان العديد من البلدان الافريقية المنافسة للمغرب ترهن على اقتحام السوق الموريتانية بعدما ردت نواكشوت على قرار المغرب مؤخرا برفع الرسوم الجمهورية على الخضر والفواكه المغربية وفي هذا الصدد شرت وكالة الانباء الموريتانية الان مئتي طن من البصل وصلت الى نواكشوت بحر الاسبوع ما يعني ان تحذيرات المهنيين القديمة بان ايقاف المغرب لتصدير بعض المنتجات الغذائية الحيوية سيفسح الطريق مما المنافسة الجزائرية الذي كان المغرب يحاصره سابقا باعتباره المورد الاول البصل لسيما الى غرب افريقيا لذلك طلب المهنيون بفتح حوار مع السلطات في نواكشوت لحماية المصالح المغربية في هذا البلد محمد الزمراني رئيس الجمعية المغربية لمصدرية مختلف المنتجات الى افريقيا والخارجة قال ان ايقاف المغرب تصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو موريتانيا فتح المجال مما دخول منافسين كثر لهذه السوق المهمة لسيما الجزائر وجنوب افريقيا ومصر محذرا من ان السيناريوهات السلبية التي يمكن ان تحدث جراء ذلك بما ان موريتانيا ستظل مواصلة رحلة البحث عن حلول لضمان الامن الغذائي لمواطنها واضاف الزمراني في تصريحه لجريدة هسبريسا ان المغرب عليه ان يعود الى تموقعه القديمة في السوق الموريتانيا من خلال فتح السلطات المغربية الحوارة مع نظيرتها في موريتانيا وذلك حماية لمصالح المغرب في افريقيا بشكل عام مؤكدا ان موريتانيا تبدو مستعدة للحوارة لان المغرب كان سبقا لايقاف توريد بعض المنتجات الفلاحية الى نواكشوت لضبط ارتفاع الاسعار داخليا ولكن هذا القرار الانفرادي اثر على البلد الاخرى واورد المصرح عينه ان المصدرين المغربات تظرروا ايضا نتيجة هذه التطورات لسيما فرد رسوم جمركية من طرف السلطات الموريتانية على الشاحنات المغربية موضحا ان وقف التصدير لم ينعكس على الاسعار في السوق الوطنية التي ظلت مرتفعة وبالتالي هناك حاجة الى اعادة فتح هذا الملف ومناقشته داخليا مع المهنيين واشعارا واكشوت بالرغبة في خوض حوارات تفاوضية وباسم المهنيين المعنيين تحدث رئيس الجمعية المغربية لمصدرية مختلف المنتجات الى افريقيا والخارج مشيرا الى ان اصعار التصدير ارتفعت خصوصا ان موريتانيا تظل بلدا قريبا منا وتقع على حدودنا مبرزا ان البطاطس والطماطم والبصل تعد من المواد الحيوية لدى المستهلك الموريتانية ويمكن ان نخسر هذه السوق بشكل نهائي ونفتح المجال امام اعداء الوحدة الترابية لدخول موريتانيا وبالتالي يمكن ان تكون لذلك ابعاد سياسية اخرى وتبع شاريحان الضرر بالمنتوج الوطنية يستدعي ان تسمع الجهات الرسمية وجهة نظرنا وقد اشعرنا وزارة الفلاحة باننا نغامر بالسوق الافريقية التي كنا موردا رئيسيا للعديد منها خاتما بان هناك ضرورة للرفع من الانتاج الوطنية لتلبية حاجيات المستهلك المغربية مع تخصيص نسبة منها للتصدير الخارجية حفاظا على دي مهمة واستمرار وجود المنتوج المغربية في السوق الافريقية وبالتالي الوجود الاقتصادية والتعزيز الرؤية الرسمية لبلدنا في القرى التي تنتمي اليها نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة